مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أخبار اليوم إسبانيا في ورطة أكبر وورطة مع الجزائر وهذا ما حدث من جديد والجزائر تعلن التحدي وتصدي لحلفاء إسبانيا بداية الجزائر تتشبت بموقفها وترفض المحاولات الأوروبية التي لجأت إسبانيا إليهم لكن فشلوا في تركع الجزائر وفيد التحدي الجزائر لإسبانيا وحلفائها وحتى بخصوص قطع العلاقات وتحديدا إلغاء اتفاقية الصداقة التي منعت على إسبانيا تبدل التجارية وشركتها في ورطة إذ أنه في ظل أن مخاوف إسبانيا من أن تقوم الجزائر بقطع الغاز عليهم مع التهديدات الجديدة لتأتيهم صدمة أخرى ستوركعوا إسبانيا أمام الجزائر لمحل حيث تولت الأخبار سيئة على حكم السانشيز فبعد تعليق الجزائر لمعهدت صدقة مع مدريد لتتفجأ بتعرض محطة ريبورت الأمريكية لإنتاج الغاز متاعب على واردة الغاز بعد النشوب حريق مهول فيها فإسبانيا كانت تستورد من هناك 43% من احتياجتها لتتعرض الآن لصدمة هي الأكبر ويعتبر مصنع تسيير الغاز الطبيعي من أكبر المصانع في العالم ومولا لإسبانيا بنسبة 43% ومصدرا رئيسيا لبريطانيا وأجزاء أخرى من أوروبا في وقت كانت فيه الطاقة متقلبة منذ أشهر بسبب التدخم والأزمة الروسية ما أدى إلى زيادة الإنتاج والصدارة الأمريكية ويحذر الخبراء من أن الإغلاق المطول لمنشأة فريبورت قد يكون له تأثير كبير على أسعار الطاقة وطبع الجزائر ستكون من بين أكبر المسافدين خاصة أن الأسواق تساعد لزيادة طلب في الصيف وقد يتسبب هذا الحريق الذي حدث في منشأة رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي في تكساس إلى توقف المصنع عن العمل لمدة ثلاث أسبوع على الأقل ما سيتسبب في الترب أسواق الطاقة العالمية وقد ستضاعف فيه الإمدادات بالفعل وقال محللون أن حوالي 70% من الإمدادات الشهرية لهذا المصنع في الأشهر القليلة الماضية ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لهذا سيؤدي انقطع الخدمة لمدة ثلاث أسبوع في فريبور إلى خسارة حوالي مليون طن من الغاز طبيعي المسال أو حوالي 13 شحنة ففي دل محاولة إسبانيا تحدي الجزائر أتتها صدمة وضربة أخرى أكبر بعد فشلها في تحدي الجزائر وهي المتخوفة الآن من أي خطوة جزائرية بقطع الغاز الجزائري عليهم في أي لحظة خاصة مع زيادة توتر في العلاقة ورفض الجزائر الإسسلام أمام الضغوط الأوروبية مع الليل أن إسبانيا قامت بتأجيل دخل الغاز إلى المارب بعد استهديدات الجزائرية وقالت إنها أجلت ذلك إلى حين وضع نظام ورقبة جديد بعد تهديد الجزائر بفسخ العقد في حال تحويل كميات من صادرتها نحو الرباط إسبانيا التي تخوفت سارعة لطمأنة الجزائر وطلبت من شركة إناغار إنشاء نظام ضمانات المنشأ بهدف طمأنة الجزائر بأن الغاز الذي سيتم دخل في الأنبوب المغارب الأوروبي لن يأسي من سونترا ورغم قدرتها على الدخل العكسي من إسبانيا بتجاه المارب فإسبانيا لم ترسل أي قطرة الغاز إلى تنجل حدلان وتنتظر إسبانيا الحصول على فوزير شراء المارب للغاز من الأسواق الدولية وتحويل المسخ من الفوزير إلى الجزائر لإثبات أن الغاز المرسل لجارتها ليس غازها وبهذا على الأقل تحاول الضمان ألا تقطع الجزائر فجأة عليها الغاز لكن وفي ذلك الزياد توطر قد تحدث المفاجأة في أي لحظة فما هو توقعكم لما ستقوم به الجزائر؟ هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم الجزائر وخرج غير متوقعة وفوائد ضخمة تنصدرها فماذا ستفعل في السوق الدولي بغازها؟ وهكذا ستتعامل مع حلفائها وطلبات فكيف أصبح سعرها في السوق الدولي يوميا وأسبوعيا؟ فبالتزامن مع الطلبات الكثيرة من الدول الأوروبية للجزائر كي تبعهم كميات إضافية من الغاز وحتى النفل يبدو أن الجزائر تسير نحو توجه جديد سيعود عليها بفوائد ضخمة جدا وهو تحرك هام وستدنائي لم تتوقعه الدول المتهافتة على الغاز حيث تحدث وزار طاقة السابق عبد المجيد عطار عن هذا التوجه الجديد والمفيد للجزائر بالقول أنه من الأحسن للجزائر بيع غازها في السوق الحرة بأسعار جد مرتفعة وكلما ارتفعت النسبة زالت الأربح بشكل تصعودي خاصة وأنه أحيانا تسجل أسعار الغاز أرقام قياسية إذ تكون الأسعار فورية يومية وأسبوعية وشهرية ويمكن للجزائر صيد تلك الزيادات والبيع المباشر إذ قال أن الجزائر بإمكانها رفع إنتاجها من الغاز بين مليار إلى مليارين متر مكعب سنويا كأقصى شيء في حال استعجال تطوير الحقول الجديدة المكتشفة بحود بيركين والجهة الغربية لعين صالح وحنات إلا أنه طلب الحكومة بالمقابل بالتوجه إلى بيع الكمية الإضافية حتى إن كانت صغيرة في السوق الحرة وفق مبدأ السعر الفوري بدل الإلتزام بعقود متوسطة المدى ويشدد وزير طاقة السابق للشروق على أن الجزائر كانت قبل الأزمة الأوكرانية تصدر كل متصنعه دون الكمية المخصصة لاستهلاك المحلي ومعلوم أن الجزائر تنتج سنويا 137 مليار متر مكعب من الغاز توجه للبيع 87 مليار متر مكعب بعد استئصال الاستهلاك المحلي الذي عادل 47 مليار متر مكعب سنة 2021 أي أزيد من 50% من الكمية ذاتها بمعنى أن الغاز المصدر يعادل 40 مليار متر مكعب في حين أن الفرق بين 137 و 87 مليار متر مكعب يستهلك تقنيا في حقول النفط لإعادة الإنتاج واعتبر المتحدث أن الحل واحد لرفع الإنتاج واستغلال درف الدول الراهن لتحقيق الربحية هو تعجيل تطوير الحقول الصغيرة بحود برهين وحنات وعين صالح لتحقيق إنتاج إضافي بما يتراوح بين مليار ومليار متر مكعب سنويا وبولوغ 6 ملايار متر مكعب في درف 5 سنوات مع بيعها في السوق الحرة بأسعار يومية أو أسبوعية أو شهرية على الأكثر أي السعر الضوري وهو ما سيمكن الجزائر من بولوغ أرباح أعلى في هذه الفترة وحول إمكانية تعديل سعر الغاز بالعقود متوسطة الأجل التي تربط الجزائر بزبائنها أوضح وزير طاقة السابق أن هذه الفردية متاحة خاصة أن الجزائر جمدت قبل فصر العقود طويلة المدى وتكتفي اليوم بعقود متوسطة المدى تناهز 8 سنوات وفق صيار غاز سوغاز يرتبط فيها سهر المسر المكعب بمؤشر البرميل أو الكهرباء فما رأيكم في ذلك؟ هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم جاردة إسبانية تكشف مفاجأة ومدى كانت الجزائر ستقدم عبر إسبانيا للوصول إلى أوروبا كلها لكن ماذا حدث والوجه الجديد للجزائر وماذا خسر الإسبان؟ بداية الإسبان يعترفون بخصائر ضغمة وفائدة عدم أدعتها عليها حكومتهم بسبب استفزازهم للجزائر حيث أفدت وكالة الأنباء الجزائرية نقلاً عن الجاردة الإسبانية أن إسبانيا فقدت مكانتها كمحور غازي لجنوب أوروبا مستشهدة بالاتفاق الغازي الهم بين الجزائر الإسبانيا إلى بوابة لغازها نحو أوروبا لتكون إسبانيا نقطة توزيع لغازل الجزائر إلى الدول الأوروبية لكن فجأة انتخلت الجزائر عن هذه الفكرة حسب الجاردة الإسبانية وستطبقها مع دول أخرى الصديقة وبهذا ضاعت فائدة كبيرة على إسبانيا التي كانت لتستفيد الكثير من الأربح والمزايا من تمرر الغازل الجزائر عبر أراضيها إلى الدول الأوروبية مشيرة إلى أن الجزائر بدأت تركز وتفضل تعامل مع إيطاليا وتفضل استغلال أمبوب غازها الذي يربطها مع إيطاليا وهذا بعد أن تخلص عن خط أمبوب غازها الذي يربطها مع إسبانيا مرورا بالمغرب وحسب دات الجريدة فإن الجزائر تتطلع بعد توقيعها للاتفاق فاقف الغازي مع البلد الصديق إيطاليا إلى كسب حليف تقوي أوروبي على حسب إسبانيا التي خسرت مكانتها كمحور غازي لجنوب أوروبا وجاء فيما قال الموندو أن إيطاليا ابتعدت بشكل كبير عن إسبانيا كأكبر شارك أوروبي للجزائر في مجال الغاز وأدف المقال أنه بهذا الاتفاق المهم وتحالف تقوي بين البلدين فإن الجزائر ستطلع إلى إيطاليا كحليف تقوي أوروبي كبير إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق